أهلاً وسهلاً بكم أين بطني؟ كان عندي بطنين صار عندي بطن وحدة هلأ رح تسألوني كيف 14 كيلو بظرف شهرين كيف نزلتن؟ أولاً هايدي هي الإرادة اللي منحكي عنا دايماً الإرادة من أجل تطوير كل شي فيك وشكلك وصحتك ووزنك هي جزء لا يتجزأ من الصحة النفسية. كيف نزلت هيدا الوزن؟ وكيف وصلت أني أقدر بظرف شهرين؟ طبعاً نظام غذائي اللي بيقلك رياضة بلا ريجيم ما بتعمل نتيجة ريجيم بلا رياضة ممكن يعمل نتيجة الريجيم اللي قصد فيه هو نظام غذائي ممكن يعمل نتيجة بس مش بنفس السرعة اللي بتعملها لما تكون عامل ريجيم ورياضة مع بعض ورياضة مش ضرورة رياضة قاسية فيها تكون ساعة بالنهار ماشيه راكد فتنس اللي هي بيكون عندك مدربة الرياضة مش الجيم أنا بحسه بيعمل عضل آلات الجيم إذا يعني أنت إمرأة أو ما بدك تعمل عضل بدك بس تشد الجسم ففيك تكون معك مدربة وهي بتعطيك حركة الفتنس بسموها من ضمن للبطن من ضمن لكل مناطق الجسم يعني وحرق الفات أولاً وقبل كل شيء هو إلو علاقة بالنظام الغذائي طبعاً في مأكولات لازم أنا حيحكي عن نفسي هلأ ما هلأ أنا مش اختصاصية تغذي لما يقولولي إنه أنا عم منظر وصورة إخصاصية تغذي لأ أنا عم بحكي تجربتي الخاصة يعني أنا مثلاً كل شيء أجبان صفراء امتنعت عننا جبني صفراء امتنعت عن تناولة والتشدر والهايدي البشامال وغيرها كلها ما أكلت مننا أيضاً كل شيء مقلة مثل الكريسبي الكانتاكيل بطاطا المقلية كل شيء مقلة أيضاً امتنعت عنه بأكل أي شيء مشوي أو مسلوق مثل الدجاج مسلوق أو الدجاج مشوي لحمة مسلوقة أو لحمة مشوية بطاطا مسلوقة أو بطاطا مشوية بس أكيد مش عشر حبات بطاطا مسلوقة ولا عشر حبات بطاطا مشوية يعني حبة متوسطة مع وجبة اللحم اللي كمان فيه كمية معينة مش إنه يعني إذا لحم مشوي يعني بدي أكل كيلو لا فيه مقدار معين من الكميات اللي عم تاكلوها أيضاً اللي هو الأكل العادي أكل البات الطبخ مش معناها أيضاً إنه أنا عم باكل طبخ يعني فيه أكل قد ما بدي لأ حتى طبخ البات إلو كمية معينة يعني مثلاً سكبتان إذا ملوخية فرضنا ملوخية بيطلع تلات سكبات السكب اللي هي مش ملعقة الطعام السكب اللي هي الملعقة اللي منطبخ فيها وثكبة رز واحدة مثل هاك يعني مش إنه إذا عم باكل أكل أو فواكي مثلاً مثل البرتقالة يعني معناتها إذا برتقالة ما بتنصح أنا فيه أكل خمسة لا هيدا الشي غلط يعني بوجبة السناك اللي هي السناك اللي بيكون بين الفطور وبان الغداء أو بين الغداء وبان العشب فيه سناك بيسموه هون بيحقلك مثلاً برتقالة واحدة أو تلات حبات طمر حسب نوع الطمر طبعاً لأنه فيه طمر السعرات الحرارية اللي فيه بتكون بالطمرة الواحدة ستين أو سمعين وفيه أنواع طمر الطمرة الواحدة عشرين سعره حرارية فإذا أنا عم بحكي عن الطمر اللي فيه عشرين سعره بيحق اللي تلات حبات أو أربعة كحد أقصى مثلاً بعرف عشاق الشوكولات أو النيوتلا وهالأمور فيك تاخد مثلاً إذا الشوكولات اللي هو هالقد بيكون أصبع أصبع صغير مش لوح كامل أنا عم بحكي عن النظام الخاص فيه واللي أنا اتبعته يعني مش إنه إذا عم ناكل أكل صحي أو أكل بات ما فينا ناكل قد ما بدنا دايماً فيه كمية معينة بالإضافة للرياضة اللي هي فيها تكون ماشي راكد أو فتنس وغيرها من الأمور منوصل للخبز كتير أشخاص عندهم مشكلة من إنه نحنا مناكل خبز كتير حتى الخبز بيحقلك كمية مثلاً اللي هي خبز الشوفان مش إذا خبز الشوفان يعني فيك تاكل خمس أرغفة من خبز الشوفان لا فيك تاكل رغيف واحد يعني برجع وبقول مش إذا أكل صحي يعني فيها ناكل قد ما بدنا حتى الخبز الأبيض فيك تاكل اللي هو نص بيسموه نص غيف مع الوجبة إذا كان بيحقلك مع خبز فهو مثل ما ملاحظين نوعية الطعام والكمية كتير بتلعب دور أساسي وبيلعب أيضاً الثقافة الثقافة يعني أنه أنت تعرف هيدا الطعام اللي عم تاكله وتعرف نظام السعرات الحرارية كيف وكل كمية الطعام أنت بتتنوالها من شو مقلفة مثلاً هيدا نشويات هيدا بروتين هيدا ألياف صحن الصلطة كتير أساسي أيضاً بالرجيم وخاصة الخاص هيدا الأمور كتير بتساعدك أيضاً لأنه مثل ما قلنا نحنا نفسياً أنه تحافظ عرشاقة ووزن مثالي مش ضروري يعني تكون عارض أزياء أو عارضة أزياء ولكن يعني هيدا الشي مش للشكل الخارجي أبداً مش لألفط نظر الآخرين ولا لأنه ينعجبوا فيه شكلياً لا هيدا الشي هو للصحة أولاً وقبل كل شيء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة